الملاحظ في الفترة الأخيرة وأنا ملاحظة جداً إن للأسف الشديد إن نسبة الانفصال والطلاق والمشحنات بين الأزواج كترت قوي والمسألة بسيطة جداً إحنا لا نعمل العقل في العلاقات بين الزوج والزوجة أو بين الأسرتين أسرة الزوج وأسرة الزوجة للأسف الشديد فيه مشكلة كبيرة قوي بين الزوج والزوجة وهي الأنا وفي العصر الحديث كترت قوي رغبة النساء في النهاية تتعلم وتشتغل وتبقى مستقلة وتبقى مش فارقة معها هذا الزوج أنا بقول لها لا الكيان الاجتماعي الزوج وزوجة الرجل وامرأة أب وأم وأولاد مهما كان عندها من مال حتى لو كان عندها المال الوفير اللي ما يخليهاش تشتغل وتبقى مستقلة مفيش حاجة اسمها مستقلة عن الزوج لأ الملاحظ بنسبة بنسبة حنقول 90% من المنفصلين حالتهم النفسية متدمرة ومتدنية جداً لا يمكن تقول لي واحد مطلق أو واحدة مطلقة مبسوطين أبداً وكمان بيحصل حاجة اسمها العند بعد الطلاق هي بتقول طب أنا حغيزه وهتجاوز واحد تاني وهو بيقول طب أنا حغيزها وتجاوز واحد تاني واللي بيتدمر في الموضوع الأولاد ما هو لا يمكن مخلوق ولد أو بنت هيبقى الساوي العقل والشخصية المتكملة وهو عايش مع أمه بس أو أبو بس ده قضية اجتماعية مع إنها بسيطة جداً أنا بقى النهاردة جاي بعد التحليلات وسافرت كتير برا الدول أجنبية والدول أوروبية والدول عربية ودرست كتير قوي وعملت شهادات كتير قوي كنت مركز جداً على مسألة ليه يحدث الانفصال أو الطلاق عملية بسيطة جداً 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 في منحوظة صغيرة كده هقولها لكم جميلة جداً حضرتك وإنت نايم تروح نايم في سريلك وزوجتك نايمة جنبك تعتقد إن هذه الزوجة كانت معاك وإنت نايمة أبداً تعتقد حضرتك إن زوجك كان معاك وإنت نايمة أبداً وإنت نايمة أنت في عالم آخر وإنت نايم في عالم آخر إيه المانع لو قمنا الصبح أو ما تفتع عينيك تقول لها صباح الخير فبتحصلش كتير ها أنت صحيتي اسلوب أجاش أجاف فيه نوع من الجفاء معين لو قلها صباح الخير وهي مشدودة منه جداً هتقوله صباح النور لإني ردها الطبيعي صباح الخير صباح النور جيت من بره السلام عليكم عاملة إيه هي خارجة على إذنك عايز حاجة العلاقات الطيبة دي البسيطة دي دي بداية نجاح أسرة بداية نجاح الرجل وإمرأة زوج وزوجة أو تفتكروا تسعين في المئة من مشاكل الزوجية بالسبب عدم إعمال العقر وإدخال الأنا في العلاقة دايما نقول أنا طب ليه ما نقولش إحنا ما أنت بقيت زوجها وإيه مراتك وعندك ولاد وإنت بعد عمر طويل في الوصح هتروح لولادك وإيه بعد عمر طويل في الوصح هتروح لولادها ففي الآخر هتنصب في مكان واحد والولاد نفسهم حيسيبوا المال لحد تاني القضية مش محتاجة بقى الحرب الشعواء القائمة هاتخد يعني الحياة المادية تغت مع أنها بسيطة مش كتير إيه المانع أن احنا نعمل العقل في أن احنا نعيش على قدر ما ربنا دينا ونبعد المقرنة المقرنة ترجمة نانسي قنقرنة